يستعد السوريون كغيرهم في الدول العربية والإسلامية لعيد الأضحى المبارك لكن المختلفة في سوريا أنها ترزح تحت وطأة حرب لا تزال تداعيتها تنعكس على حياة الناس إلا أن الحالة في دمشق تحسنت مقارنة مع الأعوام الماضية ها هي أسواق دمشق تستقبل المواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخاصة أسواق الملابس والحلويات التي شهدت إقبالا مقارنة بالسنوات السابقة فعودة الأمن والأمان لشوارع العاصمة ساهم في انتعاش الأسواق وأجواء العيد نازلين والله هلأ نحضر لأجواء العيد نشتري شوية تتياب للأولاد وحلويات التحضيرات تعرفي هلأ أسواق وتشراء تتياب للأولاد وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن العائلات السورية بدأت بالاستعداد لعيد الأضحى قبل أسابيع محافظة بذلك على العادات والتقاليد المرفقة له من الناس كلها بهمة الأسعار بهمة تقدر تلبي البيت كله طبعا يعني ولادها أو شي بعدين هي منحضر لعيد الأضحى المبارك بعد سنين حرب طبعا طويلة وسوريا الحمد لله منقول أنه بإذن الله تعافيت صفي النهايات يعني هكذا كانت أجواء العاصمة السورية دمشق قبل أيام من عيد الأضحى المبارك ازدحام ملحوظ في أسواقها وارتياح نسبي على وجوه السوريين آملين أن تعود أجواء الفرح لكل المدن السورية ترجمة نانسي قنقر